جان ماري لوبان مؤسس الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرفة ورئيسها الفخري أعلن لمجالة لوفيجارو ماجازين تخليه عن ترشحه لانتخابات المناطق في جنوب شرقي فرنسا والمتوقع في كانون الأول ديسمبر المقبل يبدو أن قرار لوبان الأب جاء مستبقا ما كان من الممكن أن تتخذه قيادة الجبهة والتي تترأسها ابنته مارين لوبان بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدل بها الأسبوع الماضي إذ أعلنت لوبان الأبنة الساعية لتحسين صورة حزبها بدأ إجراء تأدبي بحق والدها جان ماري لوبان وفي حديثه الأخير مع لوفيجارو أكد دعمه لحفيدته ماريو ماريشال لوبان لقيادة لائحة الحزب وقال إن وجب عليه التضحية من أجل حزبه فلن يكون المسبب له بالضرر